نصل لفقرة سانتيلا اليوم مع دكتور لما برجي حريري اختصاصية أمراض جلدية أهلا وسهلا فيك دايما مواضيع هيك شوي بتمزج بين الطب والتجميلة اليوم كمان رح منحكي عن الليزر ويفاته بإعادة نظارة البشرة فينا نقول أو لمحاربة الشيخوخة بديك تفاصيلنا من الأول كيف تصير بوادر الشيخوخة أول شيء ليس لما نعمل الليزر أو أي شيء له علاقة بالتجميل لأنه مع العمر أكيد بيتغير بشرة الوجه في أربعة أشياء أساسية بتصير أول شغلة هي أكثر شيوات حتى جعيد بيصيره مع الوقت لأنه اللي بيصير أنه نحن عم نحرك العدل تبع الوجه لما عم يتحرك العدل عم يتحرك الجلد فوقه كل ما نحرك نطوي الجلد ونرخي عم بعلم محله مع الوقت فمشيك على الكبر بيبين أكثر من على الزغر شغلة ثانية عم نتعرض للشمس ومع الوقت بيتراكم هيدا تعرض للشمس والشمس أكيد بيأزي بيعمل تجعيد بس كمان الشمس بيعمل تصبغات بالوجه يعني بيبطل الوجه لون مواحد مواحد بيصير فيه أو كلف أو تشات يعني كله هيدا بغير لون الوجه شغلة ثالثة بنخسر كولوجين كمان هو شي طبيعي الكولوجين عادة بيشد الوجه وبيعطي تكستر نعمة للجلدة مع الوقت بروح هذا الكولوجين وشغلة الثالثة بنخسر كمان فعت أو الدهن بالوجه. بشأن هيك بيقشة الجلد بصير فيه هالونس أو مثل جوار بالوجه. هو اللي كمان فينا نعالجه. بس نحن يعني تعودنا حاليا أنه يكون فيه هالحقن. الانجاكشنز يلي بعبوا الوجه. إن كان فيلرز. إن كان بوتوكس. لحتى نقدر نحارب الشيخ وخالي. يوم عم نحكي ومنسمع كتير عن بعض التقنيات بالليزر. ولكن كيف بدنا نعرف أي تقنية هي الجيدة؟ أي تقنية ممكن. ما تفيدنا أبدا ونكون يمكن عم ندفع هالأموال بشكل كتير كبير ومن دون نتيجة. أول شي لو ما نعمل ليزر أو بوتوكس أو أي شيء. لازم نبلش بالإسراء الأشياء الباسيك. اللي يجب كل واحد يعمله. أول شي هو الاستعمال لكريمات. أهم كريم نستعمل. إذا بس ما نستعمل كريم واحد كل حياتنا هو الواق من الشمس. لأنه أنا دائما بعيدة أنه 80% من تجعيد من الشمس. مش من العمر ومش من العام البراطي. الشمس كتير بتعمل تجعيد. والشمس كمان بتعمل هيدا التصبغات مثل ما قلنا. إذا ما نستعمل كريم تاني غير واق من الشمس المرتب. لأنه كمان الجلد الناشفة عندها استعداد أكتر يطلع عندها تجعيد. وفي مادة اسمها الروتونايك آسد. اللي بيانت الدراسات هي أكتر مادة ضد التجعيد. سهولة كريمات. إذا ما ننوح شيء أعلى من الكريمات. في عنا البيلز والماسك. كمان نسمع عنهم. هيدو اللي بيستعملوا حسب شو الحالة. في إشياء بقلبها شيء ببيض إذا واحد عنده تصبغات بالوجه. في يمكن يكون بقلبها هليرانيك آسد اللي موجود بالفيلر. إذا واحد بدي يعمل لفتنج إفاكت. إذا ما نشيء أعلى من هيك. بنوح على الميزو أو البي ار بي. الميزو كمان أكيد العالم سامع فيه. هو مثل الكريمات. نفس الكريم اللي منحطه عوجنا. بس بدل ما نحطه كريم بنحق نوضغل تحت الجلد. بفوت أكتر على الجلد. وكمان فيه أنواع ميزو حسب شو الواحد عنده حالي. بي ار بي هو مثل ميزو. بس بدل ما ناخد الفيرامينز أو الكريمات من بره ناخده من قلب الجسم. نحن رح نتابع حديثنا مع كل التفاصيل ناخده في سريعة ومنرشه. معالجة الشيخوخة بالليزر هو موضوع سانتيلا اليوم مع دكتور لما برجة حريري اختصاصية أمراض جلدية. أهلا وسهلا في كم من جديد. ذكرنا أو فسات لنا كيف بتصير عوامل الشيخوخة تظهر على الوجه. وشو ممكن المراحل تكون لحتى نحارب هالموضوع بالكريمات أو صلنا على الميزو تيرابي أو البي ار بي يلي هنه تقنيات ممكن هيك تدخل هالغزاء للجسم للوجه طبعا. إذا حكينا عن هيدول. إذا ننح شي بعد أكتر في البوتوكس والفيلرز. كمان نحن حكينا قبل البوتوكس والفيلرز. بوتوكس بيشتغل على العضل. بتشل العضلة. بتتخفف تجعيد. والفيلر بعبي محلات في فراغ. بس في ناس ما بتحب تعمل أبر. إن كان ميزو ولا بوتوكس أو فيلرز. بتحب شي ناترال. ما يكون في أي شي هان. ساعة من نروح للليزرز. هلأ. هنحكي بالتفاصيل عن الليزرز. يعني هنا عم نحكي عن سطح الجلدة. لأنه ما في شي عم يدخل جوات الجلدة. لما منحكي عن الميزو أو عن البي ار بي. هالتقنية هاي اللي فيها أبر صغيرة ممكن تخلي أثار على الجلد يتفتحوا المسامات أو أي شيء تاني. لا. هلأ. مع أنه في أبر تحت الجلد. بس كثير سطحة. يعني ما مننزل كثير ديب. لحتى البوتوكس بعد أغمق بينزل. البي ار بي أو الميزو كثير سطحة. يعني ما عادتنا بيعمل أي عوارد. كأنك عم تحط كريم بس عم تفوتيل جوة. يعني ما كثير العوارد. ما بيبين. لا. ما بيبين. نعم. سو متل ما قلنا في الليزرز. وأكيد لأكتر شيء الواحد إذا بدي عمل الأكستريم هو العملية التجميل. اللي هو كمان تصير قليل من عالم اللي يمكن ما ديروه على هالمرحلة. سوهلأ منركز على الليزرز. في فئتين من الليزرز نستعملون لتجميل الوجه. في واحد اسمه الريسرفسينج. في شيء اسمه التايتنينج. هنبلش أول شيء بالريسرفسينج. الريسرفسينج في نوعين من الريسرفسينج. في شيء اسمه أبليتب. يعني. في عنا صورة هلأ كمان منشوفها. يعني اللي بنعمله أنه نحن بالحماوة تبعية الليزر بنروح كليا سطح الجلد. بصير هيا. هيدا الصورة مبينة. إذا منشوف أول وحدة الليزر بتروح سطح الجلد نهائيا. باطل عنا جلد بروح نهائيا. بخلي الجلد يرجع يطلع. لحد اسمه فراكشنل هي التقنية الأجدد. إنه معاش نروح السطح نهائيا. بنترك شوية فراغ بينهن. هيك بساعتها الوقت اللي يرجع لواحد لطبيعته أسرع. لأنه في خلايا طبيعية بين هيدا المحل اللي راح بينه الخلايا. يوصلوا أسرع وبجدد جلد أسرع. هيدا النوع من الليزر. أكيد بيعطي نتيجة كتير منيحة. بس عبدك تحس بحساب أنه نحن نحرق جلدة الوج نهائيا. بطل في جلد سوري يحمي الوج. يعني إذا واحد اتعرض لأي بيكروبات جرسيم عنده استعداد يصير عنده إذا عملت طريقة كتير قوية ممكن يصير بينها دبات. والوقت اللي يرجع واحد لطبيعته بتاخد وقت كتير. يعني يمكن الضر أكثر ما بتفيتهم. ممكن إذا ما نعمل بطريقة مضبوطة. وشغلة لأكثر شيء بوعالم توقف علي أنه بدك شيء شهر لا ترجع على طبيعتك. الجلد على فترة شهر بدل الوجه كأنه محروق. نعم. بس دكتور يعني نحن عم نشوف اليوم تقنيات كتير ومكانات كتير عم ينحكى فيها أشياء بنحسوا كأنه سحر. أدي هذا الشيء صحيح. يعني أدي هذا الشيء نحن فينا نوسق فيه. هلأ في عليهم دراسات مثلا. هيدا اللي حكيت عننا هلأ الابليتب. بتاعته نتيجة عن جد كتير خلوة. بس واحد ما أتمنع مقول بدي يستعد للوجه. بدي يستعد أنه شهر يعد ببيته ما يظهر. وأكيد يعمل عند حدا يبوسق فيه كلمة اللي يعمل بطريقة مضبوطة. لما بدوا يمرق بكل هيدا المراحل. أو بدوا شيء أهون. في شيء اسمه. أنا بستعمله أكثر وبحبه أكثر. في شيء اسمه نون ابليتب. يعني كمان هلأ منشوف بالصورة. يعني بدون ما نزيل. بدون ما نشيل سطح الجلد. يعني إذا منطلع أول أول واحدة. أول شيء مكتوب نون ابليتب. يعني جلد لسطح الجلد بدل مثل ما هو. الحماوة بتنزل بعد أغمى. لما تنزل لتحت بتكسر الكولوجين. بتطلع كولوجين جديد. بتشد الوجه. يعني بتاعته نتائج لهديك بتعطيها. بسطح الجلد بيبقى ما بيندار. هلا أكيد لأنه في حماوة على سطح الجلد. هيأشر الوجه. هيطلع جلد جديد. وهذا شيء منيح. يعني أي شيء تصبغات أو تجعيد صغيرة بتيستفيدوا عليها. بيندف الوجه. وهذا النوع الليزر لأكتر واحد مشهور فيها أو معروف فيها هو الفراكس الليزر. نعم. إتس إتس من أفضل من هالنوع. الفراكسل نستعملها لما قلنا إذا في تصبغات لأنه بتغير سطح الجلد. نستعملها إذا في تجعيد صغيرة كمان على سطح الجلد. ولأنه عنده كمان سطح. يعني هي فراكسل بتشتغل على شغلتين. أو بتنزل ضغرة تحت الجلد. بتأشر سقف الجلد. أو بتنزل بعد أغمى. بتكسر كولوجي ومتطلع كولوجي جديد. كم جلسة هنا بحاجة؟ عادة نعمل أول ما نعملها نعملها ثلاث جلسات. ببعض وعن بعض كل واحد شهر. بعدين بيصير الواحد بيعملها كل سبت شهر كل سنة. كل ما عملها أكثر. كل ما عن جلطة. تنتيجة كثير حلوة. كثير منيح. وهون نقدر نظل متابعين. يعني بيكون فيه مثل مينتننس. كل ما نتابع يعني أكيد نحن بين ساشن وساشن نستعمل الكلمات. بنعمل إشي مثل ميزو وبيز. بس إذا بنعملها عن جد كل سبت شهر. بتاعت نتيجة كثير حلوة. ابتداء من أي عمر ممكن نبلش بالليزر؟. هناك أنواع فراكسل. في فراكسل طبع العمر الصغير. يعني فيه عاملين كاتيجوريز للفراكسل. طبع عمر الأكبر أكثر. يعني من العشرينيات فينا نبدأ. بس يكون فيه أثار للتجاعيين بهذا عمره. آخر العشرينيات أي. كمان ما تنسي فيه عامل الوراة. فيه ناس عمرهم 28. جلدتهم بتبين كأنواحد عمره 38. يعني حسب كمان الشخص. وهون يستعمل كمان لحوالي العين. كل شيء. نعم. شو الأنوع الأخرى من الليزر؟ في بعض نوعات اللي هو. هيدا اللي عم بحكي عنه أنا. هناك فئة. فيه فئة تانية اللي هو لشد الوجه. اللي هو مثل الألثيرا والثيرماج. أكيد كلهم سامعين فيها. هيدا اللي بيشتغلوا كمان نفس الشي حاماوي. بس بينزل كتير غامق تحت الجلد. يعني أبدا ما بيضرسات حي الجلد. كلما أغمق كلما فيه كولوجين أكتر. بتكسرها. بتطلع كولوجين جديد وبيشد الوجه. يعني هيدا الأفاكت اللي إلو مثل اللفتنج. مشكلتهم هول التكنيكس أنه غالين كتير. تكلف كتير. وكمان شغلتان أنه نتيجتها بدأ ثلاثة شهر لتبين. ثمانا كتير سهل تبين. بس هون هون كمان مش جلسة واحدة بدنا. عادة بلا. يوجد أوقات من جلسة واحدة بيستفيد. أوقات بيعوز الجلسة تانية. وإذا بيعوز الجلسة تانية يمكن بعد سنتين ثلاثة يعني. بس يعني هيدا نتيجتها مضمونة مية بالمية. عندهم في كتير دراسات عليهم وبيعطوا يعني ما في شي مية بالمية بس بيعطوا نتيج فوق ثمانية بالمية. يعني هون بتحرز نطري ثلاثة شهر. تحرز عندي صور. فنشوف بفور آفتر. مثلا هيدول بعد الفراكسل. إذا بطلعي الوجه اللون بيتوحد. التجعيد الصغيرة بيخفه. كتير حلو. يعني حتى البشرة. لحظتي بشد. هيدول الفراكسل. وهيد الحلو في فراكسل خمسة أيام بس واحد يقعد بيته. بعدين فيه يظهر يروح ويجي. ويبن بها الخمسة أيام. هيدا كمان الندبات كمان. بساعد للندبات. وهون أدى وقت بيضاينه. يعني من بعد أدى لازم نرجع نعمل جلسة. أول شي من عمل ثلاثة وارا بعد. أول فترة. كل واحد بتفرق عن بعضها شهر. بعدين مرة بالستة شهر. مرة بالسنة. يعني مش أكثر. يعني هون منحس وكأنه فينا نستبدل هالحقان اللي عم تنعمل دايما بهك تقنيات من دون ما نكون عم نخاف. طبعا الطبيب لازم يكون عم يتابع الموضوع. والاستفسار ضروري. لحتى كل شخص. وهون بتمشي على جميع أنواع البشرات. كل البشرات بتمشي عليها. وأكيد نحن لما نحكي لازرز. أكيد إذا بنعمل مع بوتوكس فيلرز. كمان بتاعتنا نتيجة بعض أحلى. بس فيها تنعمل كمان لحالة. يعني كل واحد حسب هو شو بده. نتيجة البديلة. حسب قديل بدنا كمان نزبت. يعني فيه ناس بحبه يكون مجدد كل شيء على آخر. نحنا بدنا نشكرك لهذه التوضيحات. دكتر لاما برج حريري. أهلا وسهلا فيك. موعدنا بجدد معيك. التنين المقبل إن شاء الله. أنا بختم هذه الحلقة. أتمنى للبنان واللبنانيين عيد استقلال مبارك. عيد استقلال من خلاله. بيرجع بيزهر الأمل والفرح والنظام بوطننا. يلي منحبه كتير. وإن شاء الله كمان بتخف مع عيد الهجرة إلى البلدان الخارجية. نحنا رح من نغيب عنكم بكرة. موعدنا بيجدد نهار الأربعة. من هلق الوقت بدأت مني لكم نهار ممتع باي باي.